الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردغان بحثا في منتجع سوتي الروسي اليوم من بين مواضيع أخرى الوضع على الأرض في إدلب حيث تستعد قوات النظام السوري لشن حملة عسكرية على المحافظة بهدف استعادتها من الفصائل المقاتلة وعلى رأسها هيئة تحرير الشام النصر سابقا موقف الرئيسين بدأ واضحا خلال قمة طهران قبل عشرة أيام أنه على النقيد فيما يتعلق بالحملة العسكرية على المحافظة التي تأوي بالإضافة إلى فصائل مقاتلة عشرات آلاف النازحين إلى الحد الذي وصفته الأمم المتحدة بأن إدلب أصبحت ملجأ لجميع من فر من مناطق سورية أخرى وبينما تقول أنقرة إنها تتفق مع موسكو على الحاجة إلى طرد المقاتلين المتشددين من المحافظة إلا أنها تبدي قلقها فيما يتعلق بمصير ما تصفه بالمعارضة المعتدلة المولية لها والموجودة في إدلب أيضا وفي هذا الصدد قال أردوغان قبيل لقائه بوتين اليوم إن بلاده يمكنها المشاركة في عمليات عسكرية محددة ضد المتشددين لكنها لن تشارك على الإطلاق في حملة قصف عشوائية على المدينة هذه التصريحات تثبت أن موقف الرئيسين من إدلب جوهري فاردوغان لا يريد حملة عسكرية واسعة ويحذر من عواقبها الإنسانية الكارثية وإنها ستؤدي إلى تدفق مزيد من اللاجئين إلى تركيا ويرى أنه من الضروري فرض هدنة تخدم التهدئة في هذا الجزء من سوريا أما بوتين فيصر على حتمية طرد من يصفهم بالإرهابيين ليس فقط من إدلب وإنما من جميع أنحاء سوريا ذلك يأتي في الوقت الذي أرسل الجيش التركي أمس الأحد أكبر دفعة من التعزيزات إلى منطقة الجسر الشغور في إدلب وحسب صحيفة حريات التركية أقامت أنقر بموافقة روسيا 12 نقطة مراقبة للتأكد من استدامة وقف التصعيد في إدلب كونها واحدة من أربع مناطق وقف التصعيد في سوريا بموجب الاتفاق التركي الروسي الإيراني الذي توصل إليه في أستان عاصمة كازخستان العام الماضي الوطع يبدو هادئا في إدلب اليوم رغم القصف الذي تعرضت له مؤخرا إلا أن السكان يبدون استعدادهم للدفاع عنها ضد أي هجوم محتمل هذا الهجوم في حال حدوثه قال البنتاجون على لسان المتحدث باسمه إيريك باهون إن الولايات المتحدة وشركائها سيحملون القوات الروسية مسؤولية الأزمة الإنسانية التي ستنجم عنه في ظل توقعات الأمم المتحدة بفرار نحو 800 ألف شخص من المنطقة ربما إلى تركيا كما حذرت الولايات المتحدة من استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية في هجومه المحتمل على إدلب من رد فعل قوي من جانبها